فممكن تكون الام يعني في حدا مشتاق للام او انسان بتحبوه لاني شايف الشخص هذا كذلك مفتقدك الشخص هذا اللي انت مفتقد وشايفه كذلك مفتقدك يا برج الجوزاء كأنه كل واحد فيكم في مكان وانتوا بعيدين عن بعض لاني شايفك يا برج الجوزاء كأنك مربط ممكن تشوفه معي كأنه شي حدا مربط من كل الجهات كأنك مش قادر تغير الوضع هذا فلا انت في الارض ولا في السماء كأنك معلق بش موضوع او موضوع وانت مش بايدك عم تشوف الشخص هذا معلق لا هو في الارض ولا في السماء فكأن الموضوع مش بايدك يا برج الجوزاء كذلك عم شوف فيه مين كون لي مشتاق للعيلة طبعا ولكن الوضع والظروف ما سمحت له يكون قريب لاني شايفه يعني فيه كأنك مستافر يعني يعني ممكن تكون انت في دولة ثانية يعني بعاض عن بعض كل واحد في دولة وكل واحد في المحافظة بعيد عن الثاني اني عم شوف فيه مستافة بيناتكم وفيه شوق وحنين لبعض كذلك شايف فيه مين كون لي يعني اللي مشتاقل أولادها أو بدها تصير حامل يعني عم تحلم بولاد فالأمور هي فالأمور رح تتيسر في الموضوع هذا كما اني عم شوف في حب متبادل يا برج الجوزاء بين شخصين بعيدين عن بعض فاحتمال يعني انت والشخص هذا ما بتكلموش بعد أو صار انفصال أو طلاق لاني شايفاك يعني بتحب الشخص هذا كتير ولكن كأنك مربط أو شي شغلة مخليتك معلق احتمال يعني تكون مزوج أو الطرف الآخر مزوج وشايف انه هذا عائق قدام علاقتكم والشغلة هذي كأنها مخليك معلق بالموضوع هذا لاني عم شوف يعني بشكل عام نوع من الفراق والاشتياق وصدق المشاعر فيما يخص الأسرة كذلك في منكم اللي مربوط بمكان بيشتغل فيه وحاسس بالشوق والحنين للناس اللي بيحبهم يعني كأنه مشتاق للماضي فيما يخص ما هو عاطفي الحين صراحة بي عندي طاقات كتيرة وأحدات كتيرة ورح نحاول انه نسرد اكتر شيء احنا شايفين طاقته عالية لانه القراءة رح تنطبق على ناس طاقتهم عالية وما رح تنطبق على ناس طاقتهم هيك لانه اذا اجيت ل لكون شامل الموضوع هذا رح ياخد وقت كتير فشايفك يا برج الجوزاء يعني انسان روحاني كتير وشايفه فيه تواصل روحي عالي بينك وبين الحبيب يا برج الجوزاء لاني شايف الحبيب يعني بيحبك وحامل كاس الحب يعني مبين انه يعني انسان ذكي عقلاني حلو وأحيانا يعني بتحسه بارد ولكني شايفاه زعلان شايفاه زعلان في عندنا رح اولى الابراج بشكل متتالي برج الضور برج الجدي عندي دلو جوزاء ميزان رح نكمل الابراج مع القراءة ولكن الشخص هذا زعلان وبيحبك وكأنه ما بيحب يعرض مشاعره من وقت الاخر يعني كأنه بيبين شوية هيك جاف يعني مرة هيك ومرة هيك ولكني شايفاه في الوقت هذا صار اكتر حكمة كأني حاسة انه هو اللي قطع معك وصار اكتر حكمة واتزان يعني اصبح بيعتمد على عقله اكتر من قلبه واصبح اكتر من قلبه فممكن تكونوا انتوا حاليا في حالة انفصال او الشخص هذا زوج يعني اذا كان زوج او شريك لاني انا عم شوف في مسافة بيناتكم وحقيقة شايفاه زعلان شايفاه زعلان عليك وقاعد واستني ما عم تشوف شخص هذا زعلان عليك وقاعد واستني بيستنك تاخد خطوة هو كله امل يعني شايفاه كله امل بالرغم من انه زعلان عليك برج الجوزاء وناطرك وعم بيراجع الذكريات الشخص هذا بعده عم بيراجع الذكريات اللي بيناتكم حتى اذا كان مشى او اختفى فجأة او عامل روحه مطنش لان الشخص هذا بيشوفك انت السلميت الحب تبعا الشخص اللي بده اياه والشريك الشخص هذا يا برج الجوزاء يعني بيحبك كتير كذلك ممكن يكون متجوز يعني ممكن يكون متزوج وانتو في علاقة سولاتية شايفاك يا برج الجوزاء انت كأنك شايفاك زعلان وكأنك ناطر اخبار او رسالة من حدا بعيد عليك او انتو زعلانين من بعض اصار بيناتكم انفصال لاني شايفاك بتفكر بشخص من الماضي في بناسكم ذكريات حلوة ولحظات جميلة وشايفاك بتراقب الحبيب يا برج الجوزاء في مراقبة صراحة يا برج الجوزاء شايفاك في مراقبة فضيعة وحب اقولك انه هو كذلك بيراقبك يا برج الجوزاء قمن حتى اذا كنتوا قافلين عبارك بالسوشيال ميديا ومختفي شخص هذا اختفي وعمل حاله مطنش ولا على باله فهو بيراقبك لانك بعدك في باله شايفاك يا برج الجوزاء مندفع وزعلان ومخب زعلك عن الناس اللي حواليك عم تبين كأنه مش فارقة معك مع اني شايفاك يعني شايفا في منكم اللي حاول يرجع للحبيب وكأني شايفا انه الشخص هذا تخلى عنك او طليع من العلاقة او انت ممكن تكون مليت وطلعت من العلاقة بسبب علاقة ثلاثية ممكن تكون طلعت من العلاقة هذه بسبب علاقة ثلاثية او في طرف ثالث بات على العلاقة او حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج في من كون اللي شاف انه الشخص هذا شخص لعبي خاين يعني مخادع او اكتشف انه في طرف ثالث او انه متزوج ممكن يكون الموضوع معكوس ممكن تكون انت يا برج الجوزاء وكتشف الموضوع هذا وابتعد فحاليا عم شوف الحبيب عم يحاول يعمل توازن او عم يستناك تاخد قرار وتختار واحد لكني شايف الشخص هذا الفترة هاده متردد ومش هو اخد قرار نهائي في الموضوع هذا ولكن هو متواصل معاك روحيا الشخص هذا متواصل معاك روحيا وبيفكر يعني في بداية جديدة معاك يا برج الجوزاء ولكن الموضوع هذا رح ياخد وقت طويل على الاقل في الفترة هاده اللي احنا بنحكي فيها لاني مش شايف الشخص هذا نوي ياخد قرار نهائي وسريع بهذا الخصوص لانه متردد ومتباطئ وكذا شايفك يا برج الجوزاء حابب ترجع للشخص هذا والحبيب شايفه معند شوي ولكن حب بشرك انه في فرحة جايك بالطريق يا برج الجوزاء فرحة نجاح اهي هطلع لكم الورق في فرحة جايك بالطريق نجاح شغلة انت رح تحبه يا برج الجوزاء فانت شايف انه الحبيب يعني منشغل فاكا اني حاسة انه كأن علاقتكم علاقته مروح مع بعض اني عم شوفه طاقة تعلق وانت شايف انه الصل ما يتبعك يا برج الجوزاء ففي منكم اللي شايفاه متعلق كتير بالحبيب وزعلان لانه حاسس انه خلص يعني الحبيب تجاوزه ونسيه ومشغوله بحياته خصوصا بعد الشي اللي صار بيناتكم سواء كان خيامه او تعرضت لخيبة امال او انفصال او طلاق فشايفاك متعلق يعني بالشخص هذا فممكن يعني تكون انت في علاقة تانية وحاسس حالك عالق وغير سعيد في علاقتك عم تشوفك غير راضي وحاسس انك تريد التراجع عن هذه العلاقة لتقييم خياراتك يا برج الجوزاء ممكن تنطبق على الحبيب ممكن تكون معكوسة فكأني عم شوف انك انك حاسس وتشعر بحاجة الى التراجع عن العلاقة هذه لتقييم الخيارات لاني شايفاك غير راضي تماما عما انت فيه شايفاك بتفكر بشخص بعيد عنك شخص يعني ممكن الشخص هذا تركك او طلع من حياتك او انت تركته ولكني شايف الشخص هذا بعده بيحبك ممكن الشخص هذا يكون طلع من العلاقة بعد خيبة امال احتمال يعني تكون او الحبيب بيفكر يطلق او ينفصل او تعيد حساباتك لاني عم شوفك مادد كاس الحب وعم تحاول تمسك زمام الامور او هو عم بيحاول يمسك زمام الامور ليلائي حل ممكن الشخص هذا يكون متزوج او في عنده قضية او الشخص هذا متزوج وبيفكر في حدا تاني او بيفكر فيك برج الجوزاء كأنه ممكن تكون علاقة ثلاثية فكأني عم شوفك عم تطلب العدل برج الميزان موجود معنا فالشخص هذا عم يحاول يوازن ويعمل توازن ولكني شايفاه مفترق طرق فانا شايفة ان الشخص هذا بيحبك يا برج الجوزاء حتى اذا كان يعني متزوج او كنت في علاقة ثلاثية او كان يعني مع حدا تاني فخلينا نشوف طاقتك يا برج الجوزاء طلعوا على طاقتك يا برج الجوزاء طاقتك طاقت ادمان على الشي فممكن تكون يا برج الجوزاء عشان تبين الصور طاقت ادمان على الشي فممكن تكون يعني بتراقب الحبيب كتير يعني كأني عم شوفك غير متوازن وعم تحاول توازن او عم تحاول توازن ما بين شخصين يا نفس الورقة ونحطك بالصورة او عم تفكر في حدا انت متعلق به وانت في علاقة ثلاثية وانت بتفكر مين اللي راح يختار بيناتكم فذلك شايفك يا برج الجوزاء عم تفكر تاخد خطوة لبداية جديدة وتبتدئ شغلة جديدة تمشي بها لقدام شايفك زعلان يا برج الجوزاء لحدا انت بتحبه ومفتقدوا شايفك مفتقدوا كتير فممكن انتوا منفصلين او كل واحد في البلد لاني شايفة في بعض مسافة بيناتكم وشايفة كأنو انت في عندك خيبة امل لاني عم شوف في مسافة بيناتكم فممكن انتوا تباعدتوا على بعض بسبب يعني خداع مكر خيانة شي حدا سرق منك الحبيب لاني عم شوفك مفترق الطرق يا برج الجوزاء وعم اتفكر بالشي اللي صار وليسا الذكريات يعني محاوطتك من كل مكان لانه الشخص هيدا بالنسبة لالى كنص والميت وبعدي عم شوف في تواصل وروحي بيناتكم حتى اذا كان الشخص هيدا مختفي برج الجوزاء برج العزراء ميزان جوزاء طاقة الترابية عالية الطاقة المائية موجودة عندنا الطاقة النارية قليلة شوي الطاقة الهوائية كلهم موجودين جوزاء ميزان عزراء جديد طور ميزان هي طاقة نارية شوية مثل ما قلت بعده في تواصل روحي بينك وبين الشخص هيدا في من كون اللي اكتشف انه الحبيب متزوج وهذا الشي كان بالنسبة لالى صدمة عرض لالى فممكن يكون في فارق سن بين ناس كوني برج الجوزاء بينك في من كون اللي في فارق في السن في اختلافات كل واحد بعيد عن شخص هيدا في بلد تاني لان شايفك زعلان كأنه هيدا كانت صدمة والشخص هيدا يعني كأنه متزوج يعني كأنه في من كون اللي بعلاقة ثلاثية وممكن تكون انت يا برج الجوزاء بصراحة شايفة كأنه في رجوع لبعض كون وفي امنية جاية بطريق كون في امنية رح تتحقق وفي لانه عجلة الحظ واقفة بطريق كون يا برج الجوزاء الشغلة هادي حلوة وفي حكم او قرار رح يتاخد ورح يخليك يعني شي فاك رح تكون سعيد بالقرار هيدا ورح تكون سعيد فممكن يكون هادا الشي زواج انه طلع لك ورقة الزواج يا برج الجوزاء لاني عم شوف كأنه الشخص هيدا بالنسبة للك الامان وكنت بترتاح معه وحسة يعني انا اكتر انه الشخص هيدا من الماضي يعني شخص كنت بترتاح الو شخص كأنه في بناتكم ذكريات وشغلات وعطول ببالك في ذكريات يعني في منكم اللي كان بده يعمل معه وعيلي وكان بيشوفه العالم والشخص هيدا شايف انك انسان حلو انسان بتعمل خير شخص طيب والسول ميت في منكم اللي جاي بطريقه نجاح او فرح خطوبة او زواج او في رجوع يعني في شغلات حلوة ولكن الموضوع هيدا رح ياخد وقت لانكم شفته رح يتجاوز الفترة هذي اللي احنا بنعمل فيها القراءة خصوصا فيما يخص الموضوع هيدا تبع الرجوع كذلك حاب اقول شي فيما يخص اوه في شغلة رح اقولها رسالة الناس محددين هما رح يعرفوا رسالة هذي لان برج الطور وبرج الجوزاء اللي في علاقة الاتية برج الجوزاء مزوج بس برج الجوزاء هذا بيحبك انت يا برج الطور بيفكر فيك انت ورح ياخد قرار لصالحك انت يا برج الطور لانه انت الشخص الاول اللي كنت معه وانت الامان والشخص اللي بيغتاح معه والشخص اللي بيشوف انه الشمس والحياة في بيناتكم رسائل وذكريات وانت يا برج الطور طلعت من العلاقة هذي لما لما عرفت ان الشخص هيدا متزوج بس هو بيحبك انت وراجع للك انت وبيفكر فيك رسالة هذي والشغلة هذي ورجوع هذي انا متأكد منه مية بالمية بالنسبة للناس هذول لانه الورق عندي واضح عموما يا برج الجوزاء فيه امور جميلة جاي بطريقك فيه شغلات رح تتغير وفيه تحولات جاي بالطريق رح تغير احوالكم حتى اذا اخذ الموضوع هذا وقت يعني طويل فالصبر هو الحل والتفكير الايجابي لانه كما يقول المثل ما تفكر فيه هو ما ستحصل عليه كذلك فيه طاقة رجوع لبعضكم يا برج الجوزاء الشخص يعني فيه منكم لفقد الامن من الطرف الاخر فانا عم شوف الطرف الاخر فيما يخص العلاقة الثلاثية بفكر فيك كثير وهو بيراقبك يعني مراقبة شديدة فالامور طيبة يا برج الدور حتى اذا كان فيه تأخير في الشغلات هذه ففيه شغلات حلوة جاي بطريقك فبتمنى القراءة تكون شاملة وتشمل اكبر عدد من المتابعين فاحب اذكر بشغله انه كل الطاقات موجودة عندنا الا الطاقة النارية شوية قليلة هي موجودة ولكن قليلة مقارنة بالطاقة الترابية والهوائية اللي طاغيين على القراءة وبعدين المائية وبعدين بتيجي الطاقة النارية فبتمنى التوفيق لبعض النارية وبتمنى التوفيق لبعض النارية ترجمة نانسي قنقر